أم بدر من السعودية تفضلي يا أم بدر السلام عليكم وعليك السلام بدر تفضلي الله يعطيك العافية ويحفظك ويخليك وما شاء الله عليك تبارك الله ما شاء الله حتى مقدمتك اليوم تحس إحساس ما شاء الله على الحب والتفاهم والتآلف فيما بين الأسر ما شاء الله عليك أنا أهني أمتثن فيك يا شيخ ويخليك ويقافيك وإن شاء الله يطول بعمرك ويحفظك وأولاد بس أبيك تتحملني يا شيخ لا لا هذه المقدمة عشان تحملك بتحملك أيوة يعرفت غلص تحملك بدون مقدمة يا بالمقدمة بك تحملني لأني تعتبرني أمك يا حبيب والله يلا خذ راح قولي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حتى والله من البارح وأنا متأسرة بهذا السؤال وفي مجادلات حتى أبنائي يقولون لا تجادين لأنك قلت قلتها وقلت تكلمت به هل بسم إن شاء الله دائما لي بوجيك يامين يلا يقول فالأبنائي يقولون أصبري قلت له أنا هذا وسيم أنا ارتحت له لشهرين أتابعك وأكلمك فأنا الحين أقول لك رأي من عندي هل إن تقبله أو ما تقبله قولي إذا حق أقبله مو حق إن شاء الله في قوله تعالى في المرأة المسلمة في احتجاب المرأة المسلمة يا شيخ فالمرأة المسلمة حجابها تغطية وجهها أمر واجب وواجب يا ابني في الزنة وفي قوله تعالى قوله تعالى بالدليل وكل المؤمنين يغطبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن وليضربن بخمورهن على ديوبهن ولا يسمع ولا يبدين زينتهن إلا لمن بوعولتهن إلا لبعولتهن من بوعولتهن أزواجهم أزواج زين فهذا سبحانه وتعالى دليلهم من الله سبحانه وتعالى زين وش تعرف الزينة والمرأة المسلمة نعم وش الزينة الزينة التجمل التلبس الحين أسألك يا شيخ المرأة سبحانه وتعالى الزينة لا تنرى من السؤال والدتي ها وش الزينة الزينة التجمل تجمل أوكي يعني أتجمل لزوجي لا لا أتجمل لزوجي طيب أسألك يا شيخ دقيقة والدتي انت الحين إذا دخلت على مرأة يا والدتي والد طول لي بعمرك ترى تشعب كثرة الأسئلة دون تقييد دون سؤال سؤال باتوها أنا وانت ما نستفيد ما نضيع وقت البرنامج خطوة خطوة وش الزينة قلت التجمل ممتاز يعني الأصل في الزوجة ما تتجمل إلا لزوجها صح تفقنا صح تفقنا هذا يعني وين مكان التجمل في الوجه لو انها ظهرت وجه وما تجملت حتى في بعض الشاب صغير دقيقة دقيقة لا انت تنقضي نفسك انت قلت التجمل بسألك سؤال على قدر السؤال لو أظهرت وجه وما تجملت في فتنة الآن أصبح هذا مزاج وجه المرأة فتنة مقياس الفتنة هل يختلف يختلف ممتاز أجيب لك حديث من السنة بيايكي أنا أسمعي كل أدلتك حافظها حافظها مي يعني انت إياي بساحتي الآن أنا أقول لك المقياس الفتنة يختلف أيوة يعني مثلا أنا أشوف امرأة ما تفتني أشوف الأخرى تفتني شفت مثلا صح النظرة إلى رج وجه المرأة دقيق في أول ما تنظر محاسنها ممتاز موش بالله يجذبك فيها يعني هل وجه أنت تتبنين أن الوجه عورة عورة ممتاز اسمعي يا والدتي والله العظيم أنا بسحبك لأرضي وجه المرأة عورة عورة ولماذا الله يأمر المرأة في إحرامها أن تكشف عن عورتها ما تكشف حن ما في كشف الوجه ابن عمر ابن عمر إحرام المرأة بالقفازين وكشف الوجه في الصلاة يا شيخ يا إختي أنا بسألك بالإحرام لماذا الله يأمر أن تكشف مرأة عورتها كيف الله يكشف عن عورتها كرمي خمارها كرمي خمارها بالإحرام لماذا يكشف لماذا زين كيف النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس العباس كيف النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالعباس أن ينظر لوجه المرأة شوف قلت أبو العباس نظر إليها غض الرسول يوم نظرها وش قال بعدها وش قال غض الرسول قال لو رأيت وجنتها فأدل وجهك عنها لا ما قالت لا لا أنا وزوجي طلع نام وثويت زين إسماعيلي أدل وجهها دليل يا ابني ألن اسمع خلني أكمل اسمع أنت نظر إلى محاسنها وتتلذذ في وجهها اسمع أم لا المرأة تتلذذ بمحاسن وجهنا بعد نغطي وجهنا ما هو من قياس لا هذا غير الرجل الرجل سبحان الله غير الرجل لا نفس الشي الدليل يا والدتي لا تجاد جدال بيزنطي جاد لجدال علمي قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني نحن نشوف الحريب يا والدتي وقل للمؤمنات يغضضنا من أبصار كيف المرأة تغضض من بصارها بعد المرأة تشوف محاسن الرجل نلبس نقاب شغلة ثانية العباس العباس أنا يا ييكي رح أخليك تسألي والله يلا يا حبي ترى أنت تقولي كل ما العباس النبي صصم مسك وجهه ولفه قال خشيت وعليهما الشيطان ما أمر المرأة تغطي وجهها طيب صح قولي صح ولا لا اسمع أنا أسألك عورث المرأة والرجل عارت عورث المرأة والرجل كل ما إلا وجهها زين اسمعيني والرجل اسمعيني عورث المعروف عورثه يا أبني يا والدتي جاوبة على السؤال ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرأة تغطي وجهها لف وجه العباس والله العظيم ما أمر والله العظيم هل حين اسمع الدليل قوله تعالى حديث عباس انسي أنا أقولك على العباس كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرضى المرأة تكشف وعورتها والعباس ينظر لها بس أليك سؤال الأباس قال در اسمع أدر أنها الحديث ألقى فيه اسمع فيه الحديث نهر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يقول وش يقول يقول عن وجوب الوجه حتى أنت يا ابني عندما ترى مرأة أنت كل أدلتك عاطفية أنت تشوف مرأة تحبها بوجهها كل أدلتك عاطفية وكل أدلتك الرد عليها أنت ما تعطيني رد علمي أنا سألتك سؤال مرأة التي دخلت خدها أسود كيف شافها للعباس؟ لماذا دخلت امرأة؟ ما شوفها قال أدر وجهك يا شيخنا هذا حديث ثاني ترى أنا أتكلم عن حديث ثاني ليس الحديث الأول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينقر مرأة تغطي وجهها؟ بسألك سؤال المرأة المسروعة يوم كانت يا رسول الله أنا أسرع تسرع فقال ولكني أتكشف وش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها أتصبرين ولك الجنة قالت أدعو الله أن أكشف إن صرعت صح؟ أنت ما خدت أحاديثك بس دقيقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شافها ابن عباس قال هل أريك أمرأة من أهل الجنة؟ كيف عرفها ابن عباس إذا مغطي وجهها؟ والله أنت جدالك والله العظيم أنا قدلتك كلها عارفة بس جدالك عاطفي أنا محب الجدال العاطفي عطيني دليل علمي أنا مو عاطفي أنا أحس أنك شيخ ما شاء الله حتى أنت في فتوتك هذه في فتوتك هذه يعني حتى تفتح مجالات كبيرة وأنا وش يخزني؟ غض بصركم تلزمين المرأة تلزمين المرأة زين اسمع اللي قالوا النقاب مستحب أخطأوا؟ النقاب مستحب أخطأوا؟ خطأ الفتوى؟ لا أنا ما أعتبره هنا النقاب قالوا مستحب النقاب واجب والغطاء واجب والله معنات أنت لازم تتعلم أنا أسألك يا ابني اسمع اسمع أسمع الله يرضى عليك أنا جسلك تحملني المرأة الكبيرة اللي لا تريد زواج أهد يحيارها المرأة الكبيرة ليرها متبرجات بزينة أعرف زين كم لأي المرأة الكبيرة أين دليل تغطي وجهها؟ أين تريد زواجها؟ هذه يسقط عنها فتش وجهها زين كيف؟ الله أعزه لك غير متبرجات بزينة ما قال غطي وجهك؟ أين أتيت الآية هذه؟ غير متبرجات بزينة صح؟ لا يا ابني يا ابني أقول لك أنا المرأة الكبيرة اللي لا تنحو الزواج ولا يجوز لها فتش الوجه التي لها أم البنت الشاب أصلي إلى يجوز أعطيني دليل بجواز كشف وجه المرأة الكبيرة دليل يا ابني حتى يقول أقوله تعالى وليضربنا بخمورهن وش تعريف الخمار؟ وش تعريف الخمار؟ الخمار هو غطاء الوجه من الرأس ممتاز قال صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار وش تفسير الحديث عندك؟ الخمار غطاء الوجه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ركزي معي لا تخلينا أزعل قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار لا صلاة لحائض إلا بخمار وش يعني؟ اشرحي للحديث ما هذا الحديث كيف حائض تصلي صلاة لها لا توجوز لها الصلاة قال صلاة شفت يا عاد أنت هذا الدليل أنه جدالك بيزنطي وعاطفي أنت تقولين الخمار غطاء وجه صح؟ أيوة هل يجوز أنت تصلب بيتك وتغطي وجهك؟ هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى هل يجوز تصلب بيتك وتغطي وجهك؟ لا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار لا صلاة لحائض لا إذا النبي صلى الله عليه وسلم مخطأ ولا القرآن مخطأ ولا أنت غلط وتعريف الخمار؟ لا منه يا ابني أنا قلت لك دليل أن الخمار هو غطاء الوجه من الرأس الخمار سيدتي الخمار ليس غطاء الوجه غطاء الشعر غطاء الله يرضى عليك أجل وغطاء اسمعي والله أنا بفيدك والله العظيم ترى Lipma وعدو لالنقاب أنا أقول نقاب واجب مستحب بس أنا أقول لك الخمار مش غطاء الوجه هذا نقاب الخمار هو غطاء الشعر اسمعيني انت تريد تنقب بناتك نقبيهم ما عندي تتنقب انت حراء بس لا تهمش مليار مسلم من أجل رأيك انت هذا خلاف بين العلماء من أبد الآبدين بس دقيقة 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 عندي فاصل وأنا بس تعجل الخمار ليس غطاء الوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلى لحائض إلا بخمار يعني تغطي شعرها لا صلى لبالغ إلا تغطت شعرها وليس وجهها لو كان الخمار بمعنى غطاء الوجه لما قال صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم إلا بخمار لقال إلا بحجاب وقوله تعالى وَلَا اضْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا على جيوبين هذا الجيب الجيب ما دون العنق إلى الصدر فالله عزيزي يقول أنت كانت زمان المرأة العربية إذا لبست الخمار هذا خمار تلقي بالخمار على ظهري هكذا يظهر العنق فالله عزيزي قال لا وليضربنا بخمرين على جيوبين يعني غط هكذا وليس معنى الوجه عورة إذا أنت تتبنين مذهب الإمام أحمد أو مذهب حد من العلماء أن النقاب واجب حر أنت أنا ما ألزمك أنت تزميني ترى شوف الفرق بينه وبينك أنا أقول النقاب على خلاف واجب مستحب أعطي القولين هذا وهذا أنت لا النقاب واجب قلنا لك وش الزينة قل لي هو وش غير متبرجات عفاً الزينة ولا يبدين بزينتهين وش قالت أنت قلت التزيين يعني والجمال التجميل تقول لك زين إذا ظهرت بدون لا ما يصير وكذا خالفت قولك وقلت زين المرأة هذه غير متبرجات بزينة قلت لك الله عزيزي ما قال قال غير متبرجات بزينة ما منح من كشف الوج فأنت اللي تجدالك والدتي اسمه بيزنطي إما أنت قبلين بالقولين سمعاً وطعود تقولي أنا أتبنى هذا القول ها الحمد لله لكن لا تهمش القول الآخر لأن الأدلة عليك كثيرة مثل العباس لما نظر المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المرأة غطي وجهك واستحي يا مرأة غطي وجهك يا حرم لا مسك وجه العباس ولف وجهها لم يأمر المرأة يرى باطل ولا يأمر بزواله مستحيل ولو كان الوجه المرأة عورة كما تتبني لماذا أمرت المرأة بالحرم أن تكشف وجهها إذن أنت الأدلة كل تقوليها عاطفية والدورين في دائرة مغلقة أنا ما أحب هذا الجدال أنا يمر علي الطلبة كثير وجدلوني كثير يوم الناقشهم بالأدلة يصمطون ما أري الجدال عاطفي أعطني أدلة تقولي أجمع فلان وفلان وفلان بقول حط فلان كلهم عجل قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عليم تختيك كيف الناس عبدوا الله قبل المذاهب الأربعة كيف الناس عبدوا الله قبل المذاهب الأربعة كيف الناس عبدوا الله قبل صحيح مسلم والبخاري كيف عبدوا الناس الله عز وجل لشانوا قبل السنن ترمذوا بن ماجا وغير كيف لماذا أنتم تجعلون دينكم بأقوال الرجال فاصل خلاص فهمت يا خالد فاصل 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 ونعود الله عز وجل ما ذكر القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا الله عز وجل قال قواعد وش يعني قواعد يا نعمان وش يعني قاعدت يعني خواه ما تقدر تقوم القول الراجعة قال قاعدت علي نجا بقي القاعدة اللي هي العجوز اللي قاعد اللي يوم تقوم تتعذب ربنا قال والقواعد من النساء زين لا يرجون نكاحا يعني لو تقولها أريد أتزوجك تضحك تقولك والله الآن الجدة وش نمزح معها جدة رحمة الله عليك كانت عندي جدة مريم يقولها من زوجك إن شاء الله فلان أبو العبد تضحك اه يا والله تتهبل مثلا الله عز وجل قال فليس عليهن جناح أن يضعنا ثيابهن ما قال نقابهن يعني ضعي ثيابك يعني وش يعني تظهر عنقها تظهر يوم ترفعي اه والله يا ابني كذا اتحط الشي لها كذا عنقها ظاهر وأن يستعفف نا خير لهم ما قال الله عز وجل ضعي نقابك ضعي طاوجك قال ثيابهن يعني يشمل ثياب ثياب الله عز وجل سمى ثياب النقاب لا يسمى ثياب في لغة العرب أرجوكم اعقلوا أنا أريد تشغيل المخ النقاب في لغة العرب لا يسمى ثياب أبدا ما يسمى ثياب فالله عز وجل قال أن يضعنا ثيابهن ما قال نقابهن ها حجابهن قال ثيابهن لا هذا يظهر يدها مننا تظهر عنقها تظهر كذا هذا الثياب علمتم يعني مسألة يا سيد يا أم أم أي شي كانت يا أم بدر أنت إذا متورطة مع بناتك الله يحفظهم ويجادلونك في مسألة النقاب أنت حرة لك أنت ولي أنت وزوجك أبو بدر الله يحفظهم تستطيع أن تجويري بناتك ما عندي مشكلة في لبس النقاب إلا ذا تزوجن لكن قولي عندي خلاف وأنا أتبنى هذا القول هنا أفضل لكن لا أجعل قول الذي أتبنىه دين لأن العلماء عندهم خلافات كثيرة يعني من المالكية من أجاز أكل لحم الكلاب شو رأيك نعمال موجود موجود أعلمت فليس كل خلاف بين أهل العلم أجعله خلاف معتبر فعندي الآن خلاف نقاب واجب نقاب مستحب أنت شو تقول أنا أقول مستحب جزاك الله خير واللي يقول واجب جزاك الله خير لكن لا واجب وانت ضال ما يصير عدد المسلمين مليار ونص تريد تلزم لا كل أمة الإسلام تلبس نقاب ما يصير تلزم تلزم أمة الإسلام بقول أحد ويوجد خلاف وسعة الألباني رحمه الله بناتهم زوجاتهم لبسات نقاب وألف كتاب جلباب المسلمة لا يرى بوجوب النقاب هذا هو العلم أنا تبنى رأي بس ما ألزم أحد فيه يعني ما ألزم أحد به جميل منك تقول أوكي النقاب مستحب بس أنا غار عليك يا قمر مثلا لزوجتها يضحك عليها ما عندنا مشكلة بس لا تقول لا دين واللي تكشف وجهها سافرة فاجرة متبرجة وجه المرأة عورة زين والله زين ما يوجد نساء تحب تشوف الرجال وجه الرجل أنت نعم ما تحب تشوف وجهي أبد ولا صورة ولا باكي جراوند ها زين الله لماذا أمر الله غض بصر المرأة كما أمر غض بصر الرجل ترى للعلم فأرجوكم كونوا إنصاف أكثر الناس ظلما اسمعي يا نعمان اسمعي يا شباب اسمعي يا أمهات أكثر الناس ظلما أكثر رجال ظلما وحتى النساء يعني أكثر الناس ظلما هو الذي يجعل المباح واجبا على المرأة يجعل المباح واجبا على المرأة حتى يحمي الرجل يعني بمعنى النقاب مستحب لا بخليه واجب ليه حتى ما ينفتن الرجل يا سيدي اقول للرجل غض بصرك صح صح ليه يا شباب والله لا البس يا حرمة ها البس نقاب ليه يا أبوي حتى ما تفتني الرجال زينهم الرجال يغضوا بصرهم ترى النفس الأمر جاء لا معلي غض بصرك ما يجوز ما يجوز علمتم لا ما أريد ندخل في الموضوع دخلت فيها وتعبتنا والله مهدي قهوة بس أنا ما أحب النقاش ليه ندور جدال بيزنطي خالص يا أخي ناقب بناتك ناقب بس لا تلزمين أمة المليار